تعتبر عام مباراة في الموسم حوارسي عن مباراة بيراميد زواء الأعلي شايف المباراة دي ازاي؟ لا ماتش خمسين خمسين خلينا اتكلم كورة الاتنين كوالات يا علي اللي اتنين عندهم في لعيبة جامدة جدا الاتنين عندهم سكواد قوي اللي بيفرق اللي اتنين عن بعض حاجة واحدة بس جمهور الأهلي بس ان النادي الأهلي عنده جمهور كبير بيعرف يفرق مع لعيبتهم أسألك رأيك في حكاية التذاكر وانها كايد غالية في الدرجة ما هيبص أنا الموضوع ده ممكنك بقت راجل اللي قابت كتير قدام جماهير وعارف فكرة الجماهير وعارف كمان انه الجماهير شوية بتبقى يعني بص احنا بنبص الحاجات اللي بقولوا الناس البسطة هما اللي بيحضروا المطشوات احنا بنبص الحاجات صغيرة اه انا شايفها صغيرة صغيرة اه ليه لان التذكرة لو بقى 1000 جنيه جمهور الأهلي عيرو حالو التذكرة لو بقى 2000 جنيه جمهور الأهلي عيرو ايوة ما عندهوش مشكلة هو انا ممكن اكون بلعبة جيم اداري وفني ماشي بحاول لعبك فيه في الآخر ممكن نصيب أو اخطأ عارف انا ليه سألتك انت السؤال ده تحديدا عشان اعارف انك تقدر التفصيلة دي مهمة اوش ما هو المشاجع اللي بيروح يدفع 200 و 500 عشان بيحب في رئيته سواء أهلي بقى وزبانك تحديدا ولا اسماعيلي والمصر كل اندهي الجماهيرية ما هو اه هيروح يشجع في رئيته انه هيروح يدفع اي حاجة عشان يروح يقفر في رئيته بس انت بتلود عليه يعني بنا ادم بسيط لما تقول له هتصرف 200 جنيه تسكرة وهتدفع عليهم مش عارف ايه سندوتشات ومواصلاتك وا 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 يعني قوتيومه احط بالك برده يا كريم في نقطة لازم تبقى يبقى الناس فهمها اه اللي هيشجع عصده مطش طول الموسي يعني هو مطش في الموسي اللي هيحسب فيه كده مش طول الموسي من الامور كده فانتو شفتها عادية عادي فانتو شفتها عادية من وجهة نظر عادية بس يا الفكرة الفكرة ان دي ممكن تحط لعيبة برامدز نفسهم تحت ضغط اللي حصل ده طبعا اه ليه بقى طب لي لان انت هتخلي الجمهور متحفز عليك اكتر او خليت قردي والجمهور هتحفز عليك جدا وجمهور الاهلي جمهور بس في جمهورين في مصر جمهور صعب انك تعرف تتعامل معا وصعب يعني صعب ان انت تكسبهم لو عرفت تكسب الجمهورين ده انت بطل اهل وزمالك سواء انت بتلعب في النادي او في النادي من الناديين يعني او في العمور امره مسهل فعشان كده النادي برامدز حط على نفسه لود من جمهور الاهلي وده هي صعب الامر علي عشان كده بقولك ايه انه الفليتين الكافة متساوية لاش الافضلية ممكن للاهلي بسبب جمهور جمهور خد بالك حط فرقة برامدز دي ضد النادي الاهلي من غير جمهور الاهلي لا خمسين خمسين اتفرج على التسعين دقيقة بتاعت الالمونيوم والاهلي حتى لو معمور روتيشن حتى لو حتى 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 ما كانش فيه جمهور فضلت للديقة دي صح فرقة خمسين خمسين عشان كده انا عزر على فكرة الاجيال الموجودة دلوقتي الناس شوها ما حاجة اخبار احنا كنا بنلعب مع كل التقدير والاحترام للأسماء اللي هقولها اندية غزل السويس بيتر والاسيوت مش عارف مين اي الالمونيوم كل الاندية دي لما كنا بنلعب الماتش ده في استاد القاهرة كان بيجي اربعين خمسين ألف خمسين ألف اللي هو اي مباراة اللي استاد القاهرة في العمو انا بتكلم في كل مش لازل تبقى مساء قدام الاهلي قدام الإسماعيل لا اي فرقة لا اي فرقة بتجيلك او حتى بتسافر انت في اي حتة بيجيلك اربعين خمسين ألف رمضان صبح في قايمة بيرامتز بكرة تفتكر يبدأ بين مدرب ولا يسيبه دكة بحسب حالته انا معرفش حالته ايه بس طبعا هو رمضان لعب مهم بالنسبة لفرقة بيرامتز في مشكلة بيرامتز عملتها لنفسها هالفترة دي ان هما أعلنوا على ما سمعت معرفش الخبر ده صح ولا غلط ولو عملوها تبقى غلط ان هما أعلنوا ان هما هيستغنوا عن فخر لقائي فخر لقائي لعب أساسي للغاية لا لا لسه لسه لك لسه اشعاعات مجرد حاجات تسريبات يعني بس مش حقيق مش حقيق طبعا يبقى هما اعتقد انه ممكن وان كان والد انه يمشي بس بس بيرامتز لم يعلن طبعا انا بقولك ان ده حصل غلط لان ده لعب أساسي مظبوط وبيلعب مكان رمضان ماشي فهو ممكن يبتدي بفخر لقائي وقدي رمضان من بداية شوت التاني اللي هو بقى ايه انا هنزلك تسحب للدنيا تفوق للدنيا وانا معرفش الحالة الفنية ولا النفسية بتاعت رمضان عاملت زاد رقتي دي برضو نقطة مهمة جدا بالنسبة الرمضان صبحي طب رمضان صبح يلعب قدام جمهور الأهلي فماتش فاصل ولو الماتش ده طلع سلبي انت خسرت دوري اه قدس هقولك الماتش ده لو الأهلي كسبه الدوري خلص؟ لو الأهلي كسبه الدوري خلص الدوري خلص للأهل لو اتعدلو الدوري في الملعب اه اتعدلو طبعا او برا من زي كسب اه الله ينور عليك لأ الدوري في الملعب ليه الهلي عنده ثلاث ماتشات صعبين جدا اللي انا فاكرو سيراميكا مصري زاد اه ماشي الماتشات دي الأهلي ممكن يخسر فيهم وبناط وظنك كمان عنده ببنك الأهلي علامات والبنك الله ينهور عليك دول ممكن يخسر فيهم متشات لأن خد بالك فيه متشات انت مش عامل لها حساب بس الماتشات دي بتبقى صعبة خاصة دلوقتي لعيبة الأندية دي عايزة تقول للنادي الأهلي أنا موجود عايزة تقول لنا فيه لعيبة عايزة تسوق نفسها بس انت بتقولي لو الأهلي كسب بكرة دور خلص السبعة بنت كتير سبعة بنت عشان النادي بيراميد النادي الأهلي يخسر سبعة بنت يعني عم يحتاج يخسر ثلاث متشات وانه بيراميد كمان لازم يكسب كل متشاته دع العمر صعب جدا جدا مش الأهلي